اللغة العربية الجزء الأول الصف السادس الوحدة الثالثة هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذو الإعاقة عنوان الوحدة التعاون على الخير الاستماع استمع إلى النص الذي يقرأه عليك المعلم من كتاب نصوص الاستماع والإملاء ثم أجب عن الأسئلة الآتية أولاً لماذا قصد التاجر صديقه؟ ثانياً ماذا فعل التاجر بالمال الذي اقترضه؟ ثالثاً أجب بنعم إذا كانت العبارة صحيحة أو لا؟ إذا كانت حطأ ألف ثلاثة آلاف دينار با خمسمائة دينار جيم ثلاثون ألف دينار دال خمسون ألف دينار ثانياً أتى ثلاثة رجال يسألون أهل السوق عن ألف ألف ابن عم الرجل التاجر با والد الرجل التاجر جيم شقيق الرجل التاجر دال صديق الرجل التاجر خامساً كيف أثبت التاجر للرجال أنه ابن الرجل المتوفى؟ سادساً سادساً صفحال الرجل التاجر كما ظهرت في نهاية النص سابعاً ما الفكرة الرئيسة للنص؟ التحدث أولاً أجب عن الأسئلة الآتية ألف كم صديقاً لك؟ با هل كثرة الأصدقاء أمر حسن؟ لماذا؟ جيم ما صفات الصديق المخلص؟ دال لماذا نحتاج إلى الصديق المخلص؟ ها هل يتخلى الصديق عن صديقه؟ لماذا؟ واو ما أثر كثرة العتاب بين الأصدقاء في دوام العلاقة بينهم؟ زين الاختلاف في الرأي لا يفسد الصداقة لماذا؟ ثانياً استعن بإجابات الأسئلة السابقة للتحدث في دقيقتين عن الصداقة الحسنة ويمكنك الاستفادة مما يأتي ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي با صديقك من صدقك لا من صدقك جيم الصديق وقت الضيق دال قال بشار بن برد إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه القراءة الفرح بعد الشدة غضب حاكم على وزيره لذنباً اقترفه فحبسه في بيت ضيق ومضلم وصفضه بالحديد وألبسه الخشن من الثياب وأمر ألا يقدم له من الزادي سوى قرصي خبس شعيراً في كل يوم وكث ملح جريش ودور قماء وأن تخصى ألفاظه فتنقل إليه فأقام الوزير شهوراً لا تسمع له لفظه فقال الحاكم أدخلوا إليه أصحابه المقربين ومروهم أن يسألوه واسمعوا ما يجري بينهم وأخبرون به فدخل إليه جماعة من خاصته فقالوا له أيها الحكيم نراك في هذا الضيق والحديد والشدة ومع هذا فإن سحنة وجهك وصحة جسمك على حالهما لم تتغيرا فما السبب في ذلك؟ فقال إني عملت ست وصفات آخذ كل يوم وصفة منها فهي التي أبقتني على ما ترون قالوا فصفها لنا فقد نبتلى بمثل بلواك أو أحد من إخواننا فنستعملها ونصفها له قال الوصفة الأولى الثقة بالله عز وجل والثانية علمي بأن كل مقدر كائن والثالثة الصبر خير ما استعمله الممتحنون والرابعة إن لم أصبر أنا فأي شيء أعمل والخامسة قد يمكن أن أكون في شر مما أنا فيه والسادسة من ساعة إلى ساعة فرج فبلغ كلامه الحاكم فعفى عنه من كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي بتصرف المعجم والدلالة أولا أضف إلى معجمك صفده قيده وأوثقه تحصى تعد سحنة وجهك هيئة وجهك الجزع الخوف الممتحن الواقع في شدة ثانيا فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط في كل جملتين متقابلتين مما يأتي ألف أيها الحكيم نراك في هذا الضيق والعديد والشدة خط تحت كلمة الحكيم يعين الحكيم بإذن الله على وصف الهلاج اللازم خط تحت كلمة الحكيم با والثانية علم بأن كل مقدر كائن خط تحت كائن يتميز كل كائن بشري عن سائر المخلوقات بالعقل خط تحت كلمة كائن ثالثا بين معنى الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي ألف لا تجزعن مما أصابك فكل شيء مقدر خط تحت كلمة مقدر با قبل تنفيذ أي مشروع لابد من حساب مقدرات المشروع بدقة خط تحت كلمة مقدرات جيم غضب حاكم على وزير لذنب اقترفه خط تحت اقترفه دال اعتنى جارنا بأشجار بستانه فاقترف من إنتاجها مالا وفيرا خط تحت فاقترف رابعا صل بخط بين الكلمة وضدها في المعنى واكتبها في دفترك العمود الأول الكلمة العمود الثاني الكلمة المضادة في المعنى العمود الأول الخاصة الضيق الصحة الحكيم العمود الثاني الصقم والمرض الأحمق الجاهل الفرج العم خامسا عد إلى أحد المعاجم واستخرج معنى كل من الوصفة البلوى سادسا يقال غضب الحاكم على وزيره لذنب اقترفه فحبسه أكمل سر المعلم من طالبه لدقة إجابته فراغ نضج الثمار التين لارتفاع الحرارة فراغ سابعا ضع الكلمات الآتية في جمل مفيدة من إنشائك سوى تحصى الصبر الفهم والاستيعاب والتحليل أولا صفحال الوزير وسجنه كما ورد في الفقرة الأولى ثانيا لماذا طلب الحاكم من أصدقاء الوزير أن يذهبوا إليه؟ ثالثا ضع كلمة نعم أمام الفكرة التي وردت في النص وكلمة لا أمام الفكرة التي لم ترد في النص ألف أصيب الوزير في سجنه بالضعف والهزال با امتنع الوزير عن محاورة الرجال الذين وفدوا إليه في سجنه جيم أعد الوزير في سجنه سبع وصفات تعينها على مغالبة ما يعانيه دال من ساعة إلى ساعة فرج رابعا أي التعبيرين أجمل في رأيك؟ لماذا؟ ألف أمر الحاكم أن تحصى على الوزير كل كلمة يقولها با أمر الحاكم أن يخبروه بكل كلمة يقولها الوزير خامسا ما الوصفات التي أعدها الوزير؟ سادسا ما أكثر وصفة أعجبتك؟ لماذا؟ سابعا كيف كانت نهاية الوزير؟ ثامنا اقترح عنوانا آخر للنص التراكيب والأسليب اللغوية جمع المذكر السالم وآرابه الأمثلة العمود الأول ألف شارك الفلاح في تسجير الأرض خط تحت كلمة الفلاح شجع المدير الموظف المخلص خط تحت الموظف المخلص رحب محمد بالزائر خط تحت بالزائر العمود با شارك الفلاحون في تسجير الأرض خط تحت الفلاحون شجع المدير الموظفين المخلصين خط تحت الموظفين المخلصين رحب محمد بالزائر خط تحت بالزائر المناقشة إذا أمعنت بنظر في أمثلة المجموعة ألف تجد أن الكلمات التي تحتها خط الفلاح الموظف المخلص الزائر تدل على مفرد مذكر تأمل الكلمات التي تحتها خط في جمل المجموعة باه الفلاحون الموظفين المخلصين الزائرين تجد أنها تدل على جمع مذكر انظر الآن إلى كلمة الفلاح وقارنها مع الجمع الفلاحون تجد المفرد تحول إلى جمع بزيادة واو ونون إلى آخر المفرد الفلاح زائد واو ونون دون إحداث أي تغيير على ترتيب الحروف أو حركاتها حيث نجد أن حروف المفرد قد سلمت من التغيير عند الجمع وحين مقارنة كلمة الموظفة مع الجمع الموظفين تجد أن المفرد تحول إلى جمع مذكر سالم بزيادة يا ونون إلى آخره الموظف زائد يا ونون وكذلك كلمة الزائر تحولت إلى جمع مذكر سالم بإضافة فراغ فتصبح الزائرين وهكذا ولعلك تسأل متى نزيد واو ونون ومتى نزيد يا ونون كي تتبين ذلك أعد النظر في جمل المجموعة با تجد أن كلمة الفلاحون في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو والموظفين في الثاني مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء والزائرين في الثالث اسم مجرورا بحرف الجري على وعلامة جره الياء إذن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو نون أو ياء نون على مفرده وعلامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء وتذكر أن نونه تكون مفتوحة التدريبات أكمل الجدول بجمع المذكر السالم المناسب كما في المثال العمود الأول المفرد ماهر مسافر لاعب حداد العمود الثاني في حالة الرفع ماهرون فراغ 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 العمود الثالث في حالتي النصب والجر ماهرين فراغ 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 ثانياً ميز جمع المذكر السالم من غيره في كل مما يأتي مسرورون شياطين المتسابقون الزيتون ثالثاً اجمع الأسماء الآتية جمع مذكر سالماً ثم ضع كل واحدة منها في جملة من إنشائك ثم اكتبها في دفترك عامل سائق مثقف مجتهد رابعاً استخرج من الفقرة الآتية جمع المذكر السالم ثم اكتبها في دفترك يقدم المعلمون ثمرة خبراتهم للمتعلمين من الطلبة المقبلين على العلم فالمعلمون مرشدون ويقدر المجتمع لهم تلك الجهود التي يبذلونها خامساً حول المفرد الذي تحته خط في الجمل الآتية إلى جمع مذكر سالماً ثم اكتبها في دفترك ألف لا بد من أن يعود الغائب خط تحت الغائب با خصصت المدرسة جائزة للفائز خط تحت للفائز جيم يحب الله المستغفر خط تحت المستغفر دال أثنى المعلم على المجتهد خط تحت المجتهد سادساً عد إلى درسي الفرج بعد الشدة واستخرج منه مثالين على جمع المذكر السالم الكتابة من علامات الترقيم الفاصلة والفاصلة المنقوطة وعلامة التعجب اقرأ النص الآتي أوصى علي بن أبي طالب ابنه الحسنة رضي الله عنهما فقال يا بنيا احفظ عني أربعاً وأربعاً لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل فاصلة وأكبر الفقر الحمق فاصلة وأوحش الفاء الوحشة العجب فاصلة وأكرم الحسب حسن الخلق يا بنيا فاصلة إياك ومصادقة الأحمق فاصلة منقوطة فإنه يريد أن ينفعك فيضرك فاصلة وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك عندما تكون أحوج ما تكون إليه فاصلة ما أروع هذه الوصية علامة التعجب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المناقشة إذا تدبرت النص السابق وجدت فيه بعض علامات الترقيم منها الفاصلة حيث فصلت بين الجمل المترابطة لتدل على متابعة الكلام الذي لم ينتهي بعد كما توضع بعد المنادة يا بنيا وبين أقسام الشيء وأنواعه احفظ عني أربعا وأربعا إن أغنى الغنى العقل ونقف عندها في أثناء القراءة وقفة بسيطة أما الفاصلة المنقوطة فتوضع بين جملتين إحداهما سببا للأخرى أو نتيجة لها إياك ومصادقة الأحبق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وعلامة التعجب تأتي في نهاية الجملة المعبرة عن الفرح أو الحزن أو الاستغاثة أو الاستغراب أو الدهشة كما في الجملة ما أروع هذه الوصية التدريبات أولا اكتب في المربع علامة الترقيم المناسبة ثم انقل الجملة إلى دفترك ألف تحب الطالبات رزانة مربع لأنها تساعد الجميع با أعتز بلغة العربية الفصيحة مربع وأعجب بجمال خطوطها شيم ما أحلى السهر صيفا تحت ضوء القمر مربع دال يا علاء مربع حافظ على هدوئك في الامتحان ثانيا املأ الفراغ في اليوم للآتية بعلامة الترقيم المناسبة مما يأتي فاصلة فاصلة منقوطة علامة تعجب ألف ألوان العالم الأردني الأحمر فراغ والأبيض فراغ والأسود فراغ والأخطر با أحترم صديقي فراغ لأنه وفي أمين جيم هو فرحتاه فراغ لقد فزت بالمسابقة العلمية الإملاء الإملاء أكتب ما يمليه عليك معلمك من كتيب نصوص الاستماع والإملاء التعبير أكتب فقرتين من موقف تعبر فيهما عن الرفق مستعينا بما يأتي ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم با رجل مسن يمسك عكازه ويقف على الرصيف وأمامه عدد كبير من السيارات ينتظر الوقت المناسب لقطع الشارع جيم شرطي السير يشير إلى السيارات بالتوقف ثم يمسك يد الرجل ويسير به نحو الجانب الآخر للشارع دال الرجل العجوز مبتسما يصافه رجل السير وهو مسرور مختارات من لغتنا الجميلة أنا والقدر طبخ أحد البخلاء قدرا من الطعام وجلس يأكل مع زوجته فقال ما أطيب هذا الطعام لولا كثرة الزحام فقالت امرأته وأي زحام وما هناك إلا أنا وأنت قال كنت أحب أن أكون أنا والقدر من كتاب نهاية الأرب للتبريزين ومجمع الأمثال للميداني النشاط أعد إلى موقع المكتبة الشاملة على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت وقرأ منها في كتاب المنفرجتان عشرة أبيات من القصيدة التي مطلعها اشتدي أسمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلجي انتهت الوحدة ترجمة نانسي قنقر